بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لمحاضرة الخاص لطلاب المستوى الثالث كليد الزراعة الفيديو الاولاني احنا اتكلمنا فيه عن الموطن الاصلي والاستعمالات والقيمة الغذائية والطبية والاقتصادية والاصناف النباتية ولينك الفيديو موجود في خانة وصف الفيديو في الفيديو التالي ان شاء الله هنتكلم عن الاحتياجات البيئية سواء من طربة والعوال المناخية حرارة ورطوبة والفيديو التالت ان شاء الله هنخصصه لطريقة التقاصر ومواعيد الزراعة وفي الفيديوهات التالية هنتكلم فيه عن باقي المواضيع المختلفة اولا الاحتياجات البيئية الطربة المناسبة الخاص بيزرع في مختلف انواع الاراضي سواء من اراضي الرملية اللي في الصورة اللي فوق دي كده لغاية الاراضي الطينية التقيلة زي الصورة اللي موجودة في الاسفل ولكن افضل الاراضي لزراعتها هي الاراضي الطامية الخصبة اللي بتكون مسامدة تسميد جيد بين الاسمدة العضوية في جملة تتألف دايما في الكتب كده يقولك عند الرغبة في الحصول على محصول مبكر في الجو البارد يفضل زراعة الخاص في الاراضي الرملية والخفيفة لان في الجو البارد الدرجة الحرارة بتكون مرتفعة شوية في الاراضي الرملية والخفيفة بتسرع من عمليات الحيوية ومن نمو النبات فبالتالي بتديك محصول ابكر من الاراضي الطينية والعكس بقى في الجو الحار يقولك يفضل الزراعة الخاص في الأراضي التقيلة لأن الأراضي التقيلة بتكون درجة الحرارة فيها أخف من الأراضي الرملية فبالتالي بتديك نمو وجودة أفضل من اللي هي بتزرع في الأراضي الرملية في الجو الحار طبعا الأرض لازم تكون جيدة الصرف البيئتش الملائم لنمو الخاص بيقع بما بين 6 و7 الخاص من المحاصيل متوسطة التحمل للملوح بمعنى لغاية إي سي واحد واثنين وتلاتين من مية بيدي مية في المية من محصوله لو وصل إي سي عندي لغاية تلاتة واثنين من عشرة بيدي حوالي خمسة وسبعين في المية من المحصول بتاعه طبعا الإي سي هنا بيبقى كام لو انت عايز تحوله لجزء في المليون أو بي بي ام نضرب في ستمية واربعين أقصر الفترات حسية للملوحة مرحلة إنبات البزور وده غالبا نتلقف دايما في معظم المحاصيل إيما مظاهر الملوحة المرتفعة اللي بتظهر على النباتات بيبقى بطق في النمو والنبات بيبقى صغير في الحج بيحصل تجويف في أعناق الأوراق اكتساب أنصار الأوراق الخارجية مظهر جلدي وتصبح سهلة الكسر يعني جودتها بتقل بشكل كبير ندخل على الظروف المناخية أول حاجة الحرارة يعتبر نبات الخاص من النباتات الجو البارد عشان كده بيوجود زراعته في المواسم معتدلة البرودة ده وإحنا تكلمنا بقى عن تأثير الحرارة على البزور البزور بتاعت الخاص ممكن تنبت في مجال حراري من بين 4 حتى 26 درجة مقوية ولكن أنسب درجة حرارة 21 درجة مقوية ويكون الإنبات بتاع البزور بطيء في درجة حرارة مقافضة يعني إيه؟ يعني لو قالت درجة حرارة من 15 ونازل لغاية الأربعة كده تفضل تقل 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 عندي يعني الفترة بتاعت الإنبات بالطول شوية لو درجة حرارة وصلت في المجال من 26 ل30 درجة مقوية ممكن البزور في بعض الأصناف بتدخل في سكون حراري يعني ما بتنبتش قالك في الأغلب أكتر من الثلاثين يعني 32-35 البزور ما بتنبتش خالص هنا هياجه السؤال بقى مهم جدا لكم واحد يقول إيه؟ يقول طب أنا بزرع عندي في الأرض أقصد بقى الأرض ودي بالدلتة الأراضي التقيلة في جو حررته مثلا 35 والبزور عندي بتنبت أو بتنبت ليه؟ لأن درجة الحرارة بتاعت الأراضي التقيلة بتنمن خفضة عن الحرارة بتاعت الأراضي الخفيفة والرملية زي ما اتكلمنا في الأول فبالتالي بتبقى عندي الإنبات عادي طب المشكلة بتجي بقى إمتى بقى؟ بعد عملية الإنبات ودرجات الحرارة المرتفعة دي بتأثر لي بقى على نمو نباتات أو متنموش أو تموت أو بتبقى الجودة بتاعتها قليلة طبعا هنا الأصناف دلوقتي اللي موجودة فيه أصناف للعروات المختلفة زي ما هنتكلم فكل صنف بالأصناف ده لقدرة إنه يدي لك محصول لجودة في الميعاد بتاعه أفضل من أصناف تانية النمو الخضر الخص بينمو في مجال حراري من 10 ل 20 درجة مقاوية وأنسب درجات الحرارة بتكون من بين 18 ل 20 درجة في النهار وبالليل من 10 ل 15 درجة وقالك كمان جودة الخص بتزيد في الليالي الباردة نسبية بتاعت 11 و 12 بتبقى أفضل من 15 كمان و 14 تتحمل النباتات السقيع إلى حد ما هللاحظ بقى إن في بعض الأحيان تلقى إيه؟ تلقى لو فيه سقيع أو درجة حرارة مخفضة قوي هتلقى فيه الأوراق الحوافة الخارجية كده فيها تحس إنها مسلوقة المسلوقة دي بتقولك إن فيه سقيع بس النباتات بتتحمله لحد ما وبتنمو بعد كده لما السقيع بيروح ولكن تدخل بينها وبين نقولك نقص عنصر الكالسيوم هنا ببقاش نقص عنصر الكالسيوم فيه فرق بين الاتنين فيه المظاهر شوية طبعا دي بترجع للخبرة شوية ولكن في سريع من الأحيان تلقى الأوراق الخارجية كده فيها مسلوقة دي بقاش راجع لنقص عنصر الكالسيوم لكن اللي راجع إلى إنه بيحصل لسعة شوية في السقيع فبتعمل لي الحواف بس بتحرقها طبعا الموضوع دي هنتلوله برضو بالنسبة لنقص عنصر الكالسيوم عنصر التانية في إن شاء الله في العيوب الفيسيولوجية النباتات الصغيرة بتعتبر أكثر تحملا في درجات الحرارة المخافضة من النباتات الكبيرة هنا في حتة مهمة إن درجات الحرارة المخافضة بيحدث معها بعض التغيرات على النباتات فأجملناها في ثلاث مواطن النقطة الأوانية الأوراق بتكتسب لونها أخدر قاطم يعني الأوراق لها أخدر قاطم وبتكون على غطاء شمعي واضح بتحس زي بتاعة القروم كده على غطاء شمعي على الورقة بيحصل إيه؟ زيادة تجعيد الأوراق في الأصناف اللي بتكون مجعدة ذات أوراق مجعدة زي الصنف اللي موجود فوق ده على الشمال النقطة حاجة التالتة بتجي في الورقة كده تلقى في بعض الأحيان في نتوئات في آخر النصل من تحت كده إن هنا من تحت من الجنب ده كده زي ما مشاول عليه كده في الإيه في الفيديو في الأوراق اللي هي الملساء فطبعا ده ناتج من إيه؟ من انخفاض درجات الحرارة طيب لما يحصل بقى ارتفاع لدرجات الحرارة ده بيأثر إزاي على النبات أو بيخلي النبات شكل عام إزاي؟ أول حاجة إن النبات بتتجي نحو الأظهار لما الحرد ارتفع من 25 إلى 27 درجة مقوية زي ما حالكم شايفين كده في الصورة وطبعا إن هنا لما تتجي للأظهار أنا بتبقى عيب عندي عيب عندي ليه؟ لإن أنا بيحتاج منه الورق مش بيحتاج إنه طلع لي أظهار وبزور فبالتالي أنا لما بيظهر عندي وبيديه بيخش بطرقة دي بيعمل لي مشكلة عشان كده بقى نرجح بقى الحتة مهمة قوي الصورة دي أنا كنت أعرضها في الفيديو الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه عن القدماء المصريين كانوا بيجمعوا أو بيحصدوا الخاص في المرحلة اللي قدوم حضراتكم ده السبب إيه بقى؟ السبب إن الأصناف اللي كانت مزروعة في مصر قديمة كانت معظمها زيت وأصناف بتاعت الزيت سريعة جدا الإظهار يعني سريعة الاندفاع للإظهار بشكل كبير فبالتالي هم كانوا بيحتاجوا منه زيت عشان طبعا أنتوا عارفين احنا كلامنا كده إنهم أول ناس طلعوا منه زيت وفي ترز مصري غد دلوقتي بيطلع منها زيت فبالتالي هم كانوا بيغضوها في المرحلة دي يعني في مرحلة الزيت وفي مرحلة اللي يتغزوا فيها على الأوراق تاني حاجة تظاهر صفات الجودة أرى أوراق بتبقى صلبة وطعمها مر وإن شاء الله في الفيديو الأخير خالص يتكلم فيها الحصاد هل لكم إمتى بيكون الطعم مر بشكل عام بعد كنت لقى ليه الأوراق بدأت المسن المسن يعني أوراق كبيرة اللي بار بدأت تتلون باللون الحوف التاتى باللون الأصفر وممكن الأصفر كله ياخذ النبات كله على بعضيه في درجة حرارة المرتفعة ثالث حاجة ما بيحصلش تكويل للرؤوس في الأصناف بتكويل رؤوس يعني ما بتلقى الوراق الرأس عندك مفيش رأس لقى تلقى كلها مفتاحة كده وده اللي برضو بيحصل عندنا على فكرة في القرومب يعني عشان إيه لو حتكلمنا بعد كده إن شاء الله في محاضرات القرومب بنفس الطريقة يعني بيقل بقى التجعيد عكس الأولانية بقى خالص عكس الجو البرد بيقل تجعيد الأوراق في الأصناف اللي بيكون ورق بتاعها مجاعة تلقى بابة ده مجاعة قوي قوي ودي صفة جودة التجعيد قوي يعني بتبقى شكلها مقبول ولكن في دي لا التجعيد بيقل بيضافة إلى العيوب التاني ندخل على الرطوبة الرطوبة النسبية العالية مهمة جدا في زيادة معدل نمو النباتات بتاعتي الخاصة لقوا في الأبحاث اللي بيعملوها أنه لو تم رفع الرطوبة في الجو يعني عمل مثلا زراعة في صوبة أو في مكان مغلق يعني رفع الرطوبة النسبية داخل الصوبة دي من خمسين إلى خمسة وتمانين في المية يعني الجو عندي خمسة وتمانين في المية داخل الصوبة أو داخل المكان المنزرع فيه مع توفير درجة حرارة اتنين وعشرين درجة مئوية وفترة إضاءة ستاشر ساعة ضوئية ده أدى لإيه؟ قالك أدى إلى التالي زيادة عدد الأوراق بنسبة خمستاشر في المية وحجمها بنسبة تلاتين في المية والوزن الكل للنبات بنسبة اتنين وستين في المية طيب الحاجة الثانية قالك ارتفاع نسبة الرطوبة بالأوراق بوسط أكتر من اربعة وتسعين في المية وعلى فكرة نسبة الرطوبة اللي ما بتزيد داخل الأوراق بتبقى من الصفات المرغوبة وصفات الجودة ده بقى بيفسر سبب نجاح زراعة الخاص في الصوب الهايدروبونيك لأننا مزرعة في الصوب هيدروبونيك سواء بقى كانت الصوب بتاعت دي بحطها صوب بلاستيك أو إزاز أو حتى حاطة شادو نت فبيعمل ايه الرطوبة طبعا بتزيد بالتأكيد داخلنا كانت الرطوبة عندك هاتف عالية غير الأرض المفتوحة وبتعمل على رفع درجة الحرارة بتاعت الهواء اللي موجود حواليك زي مونا اتنين وعشرين عز اتنين وعشرين بترفعها حتى في الشتاء من اتنين لأربعة درجات مقوية الحاجة التانية طبعا لما بيكون في صوبة إزازو تقنى فيش رياح طب لو فيش هادو نت هم تخرم يعني عن درجة دخول الهواء نسبة الهواء جوه بتقل لعشرة في المية تحركوا الهواء ده بيعمل ايه كل ده بيعمل ايه بيعمل على زيادة التبكير بتاع المحصول من عشر الاثناشر في اليوم بالاضافة الى ميزة مهمة جدا انه لما بتزرعوا خاصة فيه النسبة الاتربة اللي موجودة في الاوراق والنبات بتبقى قليلة جدا فبالتالي مش محتاج انك تنظف او انك تقعد تقشر ورق كتير منها مع امكانية مهمة جدا 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 في الصوبة الهايدروبونيك خاصة لو ازاز او بلاستيك انك انت تقدر ترفع ساني اكسيد الكربون تب ساني اكسيد الكربون بيحصل ايه يعني لو رفعته قالك بيزدني من كفاءة عملية البناء الضوئي وبالتالي بتكوني مواد كاربوهادراطية بتدخل عندي في تكوين انسجة جديدة وبتديني النمو ايه كبير فبالتالي انا عندي الحاجات دي هي لتخلي دايما نجاح الخاص يعني بيعتبر المحصول الرئيسي في الصوبة الهايدروبونيك دلوقتي هو نبات الخاص بكده يبقى احنا خلصنا الفيديو والفيديو التالت ان شاء الله هنتكلم بقى عن طريقة التكاثر وموعيد الزراعة اما في الفيديو الرابع ان شاء الله فنتكلم فيه عن موضعين مهمين اللي هو تجهيز الارض وطريقة الزراعة سواء في الاراضي القديمة والاراضي الجديدة وفي الفيديوهات اللي بعد كده ان شاء الله هنتكلم بقى عن عمليات رعاية المحصول اللي هي نقصد بها بقى ترقيع لو في حجمات لو في عزيق لو في عندي رأي لو في تسميد الفيسيولوجي وهنتكلم عن حاجة بسيطة كده بالنسبة للسكون بتاع البزرة وبعد كده نتكلم بقى في الحصاد وتداول والتخزين وطرق الحصاد المختلفة في الدول العالم او في المناطق اللي بتزرع خاص واخر حاجة ان شاء الله نكلم فيها اهم العيوبة الفيسيولوجية اللي بتظهر على نباتات الخاص وكيفية تجنبها وارجو التماس العزر في حالة الخطأ او النسيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة